الثامنة الصباحة وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكرا جمانا الثامنة صباحة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر كانت وسط ظل دائما سندا وعونا للسودان خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها أخدا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين وخلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفع المستوى المرافق له أكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها مؤكدا قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهديئة وحقن الدماء ودفع مصاري الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضي وصراحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان بما يتعلق بمصاري الأزمة الراهنة ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة عقدت رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي ناقش المشاركون دور العمل الأهلي ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا حيث أوضح المشاركون أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر يعقد اليوم في جينيف المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما بهدنة إنسانية مدتها 72 ساعة تم التوصل إليها برعاية سعودية وأمريكية وقال الجيش السوداني في بيان له أنه على الرغم من التزام الجيش بالهدنة إلا أنه سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها الدعم السريع خلال مدة سريان الهدنة وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بحركة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان قالت روسيا إن معارك ضارية اندلعف عبر ثلاثة قطاعات من خط المواجهة في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ناكييف استعادت إحدى القرى في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية تتحصن هناك بينما تتعرض لنيران المدفعية الروسية من جانبه أشهد الرئيس الأوكراني فلوليمير زيلانسكي بقدرة القوات الأوكرانية على صد الهجمات الروسية بفاعلية كبيرة بالقرب من أفديافكا إحدى نقاط القتال المحورية في شرق البلاد أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج أن ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز للعلاقات مع الولايات المتحدة وقال وزير الخارجية الصيني عقب محادثات مع نظيره الأمريكي في بكين أن العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979 من جانبه أعلن البيت الأبيض أن أنتني بلينكن أجرى في الصين محادثات صريحة وبناء تويجات إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة من بطولة دول الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 تلمباراة النهائية التي أقيمت في هولندا وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليحتكما لركلات الترجيح حيث تألق أونيس سيمان حارس مرمى إسبانيا وصد ركلتين ترجيحيتين ليمنح منتخب لاروخة لقبه الأول في المسابقة ويعتبر هذا اللقب الأول لإسبانيا بشكل عام منذ تتويجها بكأس أوروبا عام 2012 انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل